لبيك يا الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وذنوني يونس ابن متى عليه السلام هذه أسماء كريمة حجت بيت الله الحرام وأحرمت وأدت المسك إن ارتباط عبادة الحج معشر الحجيج بالأنبياء السابقين وبتعزيز وتأصيل هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الإيمان بالرسل عليه السلام ليشعل في النفوس في رحلة الحج بعدا إيمانيا عظيما كم في هذا المعنى من إيمان تتدفق مياهه في القلوب لتزيدها إيمانا وكم في هذا المعنى من شيء ينبعث في نفوس الحجيج يجعلهم أكثر لله تقوى في حجهم تجيب نداء الخليل إبراهيم عليه السلام متبعا في نسك حجك خطوات الخليل محمد صلى الله عليه وسلم تالله ما أروعه من حج على خطى الخليلين تأملوا معي رعاكم الله هذه الأحاديث النبوية الكريمة يقول صلوات الله وسلامه عليه صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا مسجد الخيف في ميناء القريب من الجمرات وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه وقد مر بوادي هرشا كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء وهو يلبي وقال صلوات الله وسلامه عليه في ذكر آخر الزمان ونزول عيسى عليه السلام قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما يعني يجمع بينهما حجا وعمرا ولما كان في صعيد عرفات قال عليه الصلاة والسلام قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم هذه الأسماء الكبيرة الكريمة من أنبياء الله عليه السلام التي سمعتها آذانكم من أولي العزم من الرسل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وذنون يونس بن متى عليه السلام هذه أسماء كريمة حجت بيت الله الحرام وأحرمت وأدت النسك إذن فأمة الإسلام بشرائعها وأحكامها ونسكها أمة عريقة ضاربة بأطنابها في جذور تاريخ البشرية ولها ارتباط وثيق العرى بالأنبياء الكرام السابقين عليهم السلام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسوله إن ارتباط عبادة الحج معشر الحجيج بالأنبياء السابقين وبتعزيز وتأصيل هذا الركن العظيم من أركان الإيمان الإيمان بالرسل عليه السلام ليشعل في النفوس في رحلة الحج بعدا إيمانيا عظيما ويجعل فتيل هذا الإيمان متوقدا ليزداد المرء في حجه إيمانا وليعلم أن قدميه التي تخطان في طريقهما إلى أداء مناسك حج بيت الله الحرام إنما تقتفي درب الأنبياء عليهم السلام أجل تقف وتطوف وتسعى وتدعو وتفعل وتفعل فإنما والله تختط درب من سبقك من صفوة البشر قبلك من أنبياء الله ورسله الكرام عليهم السلام كم في هذا المعنى من إيمان تتدفق مياهه في القلوب لتزيدها إيمانا وكم في هذا المعنى من شيء ينبعث في نفوس الحجين يجعلهم أكثر لله تقوى في حجهم وأقرب منه إخلاصا أجل والله كم يفيض على القلوب من الشعور والمشاعر أنها في رحلة حجها تعيش مواقف العظمة وتقف مواقف الأنبياء الكرام عليهم السلام هذا وحده كفيل بأن يجعل من رحلة حجنا وقعا آخر أن يعطيها من المعاني والأهداف السامية ما يزيدها تجلية ليكون حجنا أكثر من مجرد رسوم جوفاء أو مظاهرة أدى بل هو في صلب الإيمان وعمقه الراسخ اقتفاء وسلوك لدرب من اصطفاهم الله جل جلاله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس أما خليل الله إبراهيم عليه السلام فهو الخليل وكفى والذي جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على إثره متبعا ملته مقتديا أمر ربه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين أو تظنون معشر الحجيج أن آيات بناء الكعبة وتشريع الحج والأذان به في كتاب الله الكريم لما جاء بذكر الخليل إبراهيم عليه السلام ما كان من وراء ذلك قصد أكثر من الارتباط بهديه وبدربه عليه السلام أجل فهذا معنى جلي واضح فهذا معنى جلي واضح يقول الله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود كل من جاء يحج فرأى الكعبة ويطوف بها كل من استقبل قبلته إليها فرآها لا يتذكر شيئا أسرع إلى ذهنه من بناء الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام لبيت الله المعظم هذه الكعبة الشريفة والأذان بالحج كان بأمر الله سبحانه للخليل إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق أن يأتوك ماشين على أرجلهم أو راكبين على النوق التي أصابها الضمور من طول المسير وتعبه يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات لما أتم الخليل إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام بناء الكعبة جاء هذا الأمر الإلهي الكريم وأذن في الناس بالحج في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن أن الخليل إبراهيم عليه السلام قال أي ربي وما يبلغ صوتي قيل له أذن وعلينا البلاغ فصعد إبراهيم عليه السلام على المقام الذي قام عليه ليبني مرتفع من بنيان الكعبة الذي نصلي خلفه ركاتي الطواف مقام إبراهيم عليه السلام وقيل صعد على جبل أبي قبيس وقيل على الصفا وقيل على غيره والمقصود أنه ارتقى ليجد مكانا يرتفع عليه فنادى أيها الناس إن الله قد بنى بهذا الوادي بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا قال ابن عباس رضي الله عنهما فتطامنت له رؤوس الجبال وارتفعت له القرى فأنفذ الله صوته في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات فأجابوا ولبوا لبيك اللهم لبيك فكل من حج بيت الله الحرام إلى قيام الساعة فقد أصابته دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام يا كرام أحدنا إذا أحرم بالنسك حجا أو عمره فإن شعار إحرامه التلبية وهو يقول لبيك اللهم لبيك أتدري ما معنى لبيك إن لبيك كلمة تقولها العرب إجابة لنداء المنادي فإذا ناداك أحد باسمك يا فلان فإن بوسعك أن تقول نعم لكن الأرقى أدبا عند العرب أن تقول لبيك يعني أجبتك مرة بعد مرة مسرع غير متردد في إجابة دعائك وندائك ولذلك فإن هذه الكلمة اللطيفة المؤدبة المهذبة لبيك يقولها الولد لأبيه أو أمه إذا نودي منهما يقولها العبد لسيده وأنت في ندائك في الحج قلت لبيك اللهم لبيك السؤال ما تقول لبيك إلا لمن ناداك فتقول لبيك اللهم فهل ناداك الله الجواب أجل منذ أذان الخليل إبراهيم عليه السلام أيها الناس إن الله قد ابتنى بهذا الوادي بيتا وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا فهأنت ذا جئت بعد آلاف السنين لتقول لبيك اللهم لبيك والله لو وقعت هذه الكلمة منك موقعها في قلبك مستشعرا أنك بكل شرف بفضل الله ومنته جئت في اليوم الذي تجيب فيه نداء ربك الذي نادى به الخليل إبراهيم عليه السلام فتقول لبيك اللهم لبيك تجيب نداء الخليل إبراهيم عليه السلام متبعا في نسك حجك خطوات الخليل محمد صلى الله عليه وسلم تالله ما أروعه من حج على خطى الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا هذا والله أدعى لأكون حجنا أكثر برا وتقوى وطاعة أكثر إخلاصا وإخباتا وخشوعا أن يكون حجنا ممتلئا من القرب والعبادات التي تزيد إيمان المؤمنين وترتفع بتقواه في سماء العبودية درجات ودرجات وهي وحدها كفيلة بأن تكون من مقاصد حجنا في ملمح النظر أن تكون هدفا يسعى إليه الحجيج وأن يكون منهم في قيامهم وقعودهم وذهابهم ومجيئهم على مرأة ومسمع كل واحد منهم ذاك الصوت المدوي في أذنه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق فأقبلوا ومن أقبل منكم فليقبل على خطى الخليلين إبراهيم ومحبدا عليهم الصلاة والسلام عسى أن يكون في الجنان في مقامهما متشرفا برؤيتهما وصحبتهما والأنس بما أكرمه الله تعالى به في الدنيا هاهنا من حج على خطاهما الكريمة المباركة أن يكون في صحبتهما أتم سعادة في نعيم الجنة أورثنا الله وإياكم سكنها نبيك يا الله نبيك يا الله نبيك يا الله ترجمة نانسي قنقر